السلام عليكم لأول مرة فصل منصب الرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الأهلي ومصر كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيصدر خلال الساعات المقبلة قرار تشكيل مجالس الإدارة الجديدة لبنك الأهل ومصر وتعيين الرؤساء مجالس إدارات البنوك الحكوميات بعد أخذ الرأي البنك المركزي المصري وأوضحت المصادر في تصريحات للمصري اليوم أنه تم اختيار المصر في محمد الأتربية رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك لتولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهل المصر كما تم اختياره شام عكاشا رئيس مجلس إدارة البنك الأهل حاليا في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك مصر وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الفصل بين منصب الرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتداب في إطار خطط تطبيق قواعد الحوكم وتعزيز وضمان التنمية المستدامة ولأستقار المالي للقطاع المصرفي وتابعت المصادر أنه من المقرر لانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة الجديدة لكل من بنك الأهلي مصر والإعلان عن الأسماء خلال الساعات القليلة المقبلة وأضافت المصادر أنه تم ترشيح المصر في محمد بركات ليكون رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للبنك الأهلي المصري وكذلك سهب تاركي نائبا لرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ولفتت إلى أنه تم ترشيح عصام الوكيل الرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لبنك مصر وكذلك ترشيح أحمد عيسى وزير الصياحة السابق لا يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وقال طارق المتولي الخبير المصرفي إن خطوات الفصل بين منصب الرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تشكيل مجالس بنك الأهلي مصر تأتي في إطار الحفاظ على درجتهم الوظيفية علاوة على تطبيق قواعد الحوكمة وأضاف متولي أن لأتجاه للفصل يعد الأول في القطاع المصرفي موضحا أنه يأتي في إطار خطة تطوير القطاع المصرفي وليستفادة من خبرات الإتروبي عكاشة خلال الفترة المقبلة ويعد محمد الأترب شخصيات مصرفية بارزة ذات خبرة عريقة في مجال العمل البنك تزيد على 35 عاما بدأ عمله المصرفي في عام 1977 مع البنك العربي الإفريقي الدولي وانتقل إلى بنك الاعتمان الدولي ثم انضم عام 1983 إلى بنك مصر الدولي بنك قطر الوطني حاليا حيث قضى أكثر من 22 عاما شغل خلالها العديد من المناصب المصرفية العليا واكتسب العديد من الخبرات المتنوعة في مجالات الرئيسيات مختلفة للعمل المصرفي وانضم الإتروبي خلال ستمبر 2005 إلى البنك العقار المصري العربي كعدو نائب الرئيس مجلس الإدارة وفي عام 2009 شغل منصب العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي ثم عاد في عام 2011 إلى البنك العقار المصري العربي لمنصب الرئيس مجلس الإدارة وشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي منذ يناير 2013 وحتى ديسمبر 2014 ثم تولى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في يناير 2015 كما أصبح رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان ورئيس اتحاد البنوك المصرية وحصل هشام عكاشا العضو المنتدب الجديد لبنك مصر على بكالوريوس اقتصاد وعلوم حاسبات أهلية عام 1990 وماجستير إدارة عام 1992 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتحق عكاشا بالعمل بالبنك العربي المحدود لمدة 15 سنة ليصل إلى رئيس عام مخاطر لأتمان وتحق هشام عكاشا بالبنك المركزي المصري في أكتوبر 2007 في إطار برنامج إسلاح وتطوير الجهاز المصر في كوكي المحافظ مساعد وتم تكليف هشام عكاشا في رابع عشر من أبريل 2008 بمنصب نائب الرئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المصري وفي فبراير 2013 تم تكليفه بالقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة حتى صدر قرار الرئيس مجلس الوزراء في السابع من أغسطس 2013 بكاليف هشام عكاشا بمنصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويشغل هشام عكاشا أيضا مناصب نائب الرئيس اتحاد المصاري في العربية ونائب الرئيس اتحاد بنوك مصر وعضوية مجلس إدارة عدد من الشر لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد